موسيقى موسيقى السعر الخير أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ كل التحية للأهلوية اللي بتابعونا النهاردة في كل مرة الحقيقة بنترح فيها سؤال يتعلق بمنظومة الكرة المصرية أو بمصلحة الكرة المصرية إحنا ما بننتظرش إجابة إحنا بننتظر من القائمين على الأمور إن هم ياخدوا القرار يشوفوا إيه الأصلح يشوفوا إيه الأصوب ويعملوا لمصلحة الكرة المصرية أما فيما يتعلق بحقوق النادي الأهلي فإحنا دايما 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 لو بنسلط الدوق على أي مشكلة عاضية ننتظر وده حق أصيل لنا إجابة وتوضيح إمبارح يمكن أنا اتكلمت في مقدمة الحلقة عن غياب العدالة التحكمية وعن قواعد تنظيم مسابقة هي الأهم وهي الأكبر مش على مستوى مصر خلينا نقول على مستوى إفريقيا أو واحدة من أكبر المسابقات على مستوى إفريقيا وعلى مستوى الوطن العربي وهو بطولة الدولة المصري وقلت هنا الحقيقة إنه فكرة تنظيم المسابقة بيغيب عنها العدالة والشفافية فكرة منظومة التحكم اللي بالتأكيد أضراره أو أخطاءه كانت سبب مباشر في التأثير على نتائج النادي الأهلي والتأثير أيضا على نتائج الفرق اللي بتنفسه ده أمر واضح للجميع ده أمر واضح للجميع وتعالوا ندلل مع حضراتكم كده ونتكلم بهدوء بدون عصبية بالعقل وبالمنطق فريق النادي الأهلي بيلعب كام بطولة على مستوى كل الرياضات يعني مش بس بتكلم على كرة القدم على مستوى كل الرياضات ألعاب جماعية وألعاب فردية على مدارة الموسم بيلعب مش بس بيلعب وبيشارك ده بيسعى دايما لتحقيق العقاب وغالبا ما بينجح ولو بصنا على الموسم ده تلاقي الأهلي نجح على كل المستوى فوليبول باسكتبول هاندبول وكرة القدم والحمد لله عندنا فرقنا بتمثل أفريقيا وبتمثل مصر في بطولة العالم طيب هل بيحصل إن حراك بتسمع شكوى أو مشكلة من النادي الأهلي وهو بيتنافس هو بيتبارى مع كبار العالم وكبار القارة على أعلى المستويات يعني تعالوا نشوف كده نرجع بالتاريخ مش بالتاريخ بعيد قوي رغم إنه الأهلي لو بسطت على تاريخ وهتلاقي يعني حتى يمكن زمان كمان على مصر أفريقيا كان فيه مشاكل كتيرة جدا لكن تعالوا نبص للماضي القريب يعني مش عايزة نرجع بيكم فلاشباك طويل نحتر ونحاول نفتكر فيه في أننا نتذكر تفاصيل لكن تعالوا نشوف مثلا على مدارة 3 أو 4 سنين اللي فاته في كل المسابقات اللي شارك فيها النادي الأهلي وفيه مسابقات كتيرة جدا اتنظمت بر مصر واتنظمت في حضور ومواجهة فرق على أعلى مستوى هل حصل مثلا إنه النادي الأهلي تقدم بشكوى أو حصل إنه كان فيه مشكلة أو فيه تعارض مصالح ما تذكرش الحقيقة غير وقعتين ما تذكرش في السيناريو ده أربع خمس مواسم فاته غير وقعتين وقعت مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية بدون لعابته الدولية وللأهلي فيها الحقيقة قام وأكد على دوره الوطني دايما في إنه بيفضل مصلحة الكرة المصرية ومصلحة المنتخب الوطني على مصلحته رغم إنه تلقى وعود قبل بداية بطولة قوم أفريقيا إنه الأهلي هيشارك في بطولة كاس العالم المسؤول الأول كان أعتقد السيد أحمد مجاد في التوئيد ده كان هو اللجنة المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم كان رئيسها وقال إنه الأهلي هيلعب في كاس العالم بكامل لعبية وهو ما لم يحدث وهو ما لم يحدث المشكلة التانية كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي تلعب من مباراة واحدة تقرر إقامتها بعد تحديد طرفي المباراة النهائية في المغرب كانت المشكلة الحقيقة ساعتها مع اتحاد الأفريقي بشكل كبير وإزاي أنك أنت ما تعلنش عن الملعب اللي أصطدي في البطولة قبل بداية البطولة زي النسخة اللي قبلها كان متحدد لها برضو المغرب مركب محمد الخامس لكن شاءت الأقدار في النسخة دينه الأهلي قبل كايزر تشيفز بس كان طبيعي جدا ومن الوارد جدا أنك تكون بتلعب الوداد لأنه الوداد خرج على إيد كايزر تشيفز في الدور قبل النهاء في نفس البطولة فكان منطقي جدا 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 أن الأهلي لعب الوداد في مباراة فصيلة مباراة واحدة نهاية دوري أبطال تقام في المغرب في مواجهة الوداد وما كانش الأهلي في الوقت ده هيعترض لأنه قواعد البطولة المحددة المحددة سلفا كانت بتنص على أنه المغرب هي اللي هتصدي في نهاية البطولة لكن تكتشف يا مؤمن سبحان الله برضو أصل الناس لما بتجذب مرة وبتجذب مرتين وبتجذب تلاتة هي بتصدق نفسها لكن في النهاية الحق لازم هيظهر ثم تكتشف أنه نهاية البطولة التانية اللي اخسرها الأهلي في المغرب بفاعل فاعل نتيجة المشكلة أساسا أو سبب المشكلة في الأساس مصري مصري سبب المشكلة في الأساس اتحاد الكرة المصري أو أحد شاني يكون أكتر دقة يعني أحد المسؤولين في اتحاد الكرة المصري اللي بالمناسبة برضو لم يعلن عن اسمه وده جاي فيه نتائج تحقيقاته زارة الشباب والرياض لم يعلن عن اسمه أو عن جزاؤه نتيجة إخفاء الخطاب اللي اتبعت من الاتحاد الأفريقي حتى يومنا هذا هل التحقيقات على مدار سنتين احنا لعبنا بعدها بطولة تانية كاملة وصلنا فيها للنهائي وكسبنا فيها الوداد برضو ولعبنا بعدها بطولة تانية وصلنا فيها للدور النهائي وعلى بعد أيام من الموجهة النهائية هل استمرت التحقيقات كل الفترة دي ولم يتم الوصول إلى الفاعل أو إلى المسؤول عن إخفاء الخطاب الموجه من الاتحاد الأفريقي الاتحاد كورت القدم المصري دول المشكلتين اللي حصلوا من أهل طب ليه المشاكل على مستوى الدوري المحلي أو على مستوى البطولات المحلية سواء كان دوري أو كاس أو ارتباطات المنتخب الوطني بقت صداع في رأس النادي الأهلي وبشكل مكرر إزاي إحنا بنتفنن في اختراق أزمات ليس لها أي داعي إزاي في أسئلة منطقية موضوعية بتطرح للنقاش ومحدش ممكن يكون مهتم إن هو يجاوب عليها أو على أقل تقدير احتراماً لجماهين الكرة سيبك من مجالس الإدارات إذا كنت تتكلم على الشحن الزايد إذا كنت تتكلم على التعصب فأنت محتاج دايماً توضح إذا كان في خطأ عقوبته إيه ومين اللي تعاقب عشان الجماهير نفسها ما تبقاش فقدة ثقة في الناس القائمة على المنظومة وده أمر واقع على فكرة يعني الغالبية العظمة من جماهير الكرة في مصر عندها إحساس إنه الاتحاد دايماً مدان أو إنه الاتحاد دايماً متورط أو إنه الاتحاد بتحكمه الأهواء وده ممكن يكون مش حقيقي لكن السكوت دايماً بيفتح أبواب الشك سؤال أنا طرحته مبارح بما نحن نتكلم على مسابقة الدولي المصري وقلت هنا على قناة النادي الأهلي في السادس حلقة مبارح وارجعوا له قلت بما إنه المنافسة رقمياً وحسابياً في البطولة دي في بطولة الدولي بين الأهلي وبيرامدز والزمالك رغم إنه الزمالك نسبياً بعيد رغم إنه الزمالك نسبياً بعيد ليه الزمالك والأهلي لعبين نفس عدد المباريات على رغم إنه بداية الموسم الأهلي لعب عشر مباريات أغلبهم إن لم يكن كلهم خارج الأرض أو خليناً قلت سبع مطشاط منهم اتلعبوا خارج الأرض يعني رحلات سفر ذهاباً وإياباً ورغم كده بيتساوى مع الزمالك اللي لعب في بطولة الكونفدرالية هنا منافستين ذهاباً وإياباً على أرضه في القاهرة يعني في القاهرة أبو سليم وفيوتر في بطولة الكونفدرالية عاكس الأهلي الأهلي بداية من الدول التمهيدي ووصولاً لدول المجموعات ثم الأدواء الإقصائية كلها مباريات ذهاباً وإياباً فيها رحلات سفر حد من لجنة المسابقات تفضل وجاوب مشكوراً عن السبب هل ده يعتبر تمييز؟ هل ده يعتبر تفضيل؟ هل فيه توجه معين لمصلحة حد معين أن ده يكون بيحصل؟ صور الغيني معلش صور الغيني لعب والماطشين هنا في القاهرة فيوتشر كانوا معاون في نفس المجموعة لعب والماطشين هنا في القاهرة طب فيوتشر اللي بيلعب مع الزمالك في نفس البطولة وشارك زيادة عن الزمالك في ماطشين في بطولة كاس السوبر في الإمارات ليه لعب عدد مباراة أزيد من نادي الزمالك؟ على فكرة الزمالك لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد يعني هي القصة مش قصة أهلي وزمالك هي القصة مرتبطة بالنظام المسابقة باللواحة اللي بتحكم وتحدد الإطار اللي تمشي فيه أو بتتنافس الأندية في إطار من العدلة التحكمية والنزاهة والشفافية فيما يتعلق بنظام البطولة نفسه صداع متكرر هل بنعقب النادي الأهلي على أنه النجح الوحيد في الكرة المصرية يعني هو أنت ليه منور قوي كده؟ هو أنت ليه؟ كشفنا قوي كده؟ هو ما فيش غير الأهلي في مصر وما فيش غير الأهلي في أفريقيا هل دي ضريبة؟ هل أنا مفترض كجمهور أن أنا حس أنه الحكم مش بس يعني يعني مش بس بيديني حقي لا ده فيه كمان إحساس كده إحساس أنه معظم للأسف أنا آسف والله وبعتذر جدا أنا بقول أنه معظم الحكام المصريين بيبقى في حالة قلق لما بيحكموا مطش للنادي الأهلي إحنا ببداش نخاف من تحكيم الأفريقي قد من نخاف من تحكيم المصري ده شيء قاسي جدا على الثانية نانا أقوله هنا يعني فكرة نانا أقول إنه بقى فيه عدم ثقة في عدد كبير من الحكام المصريين يكفي نانا أقولك ادخل على السوشال ميديا وشوف جماهيل الكرة مش بس الأهلوية جماهيل الكرة المصرية كل الأندية الشعبية بقوا عارفين ومصنفين الحكم الفلاني ميولو إيه؟ الحكم الفلاني بيجابل مين على حساب مين؟ يا مؤمن ده إحنا بنتكلم على مسؤولين أجانب جايين يطوروا منظومة التحكيم في مصر انتبه السيارة ترجع إلى الخلف مناسبة تصريح بيريرا بمناسبة إنه الأهل يطلب حكام أجانب لبعض مبارياته في الدوري وإجابته بالرفض ده مش من حقه فيه لايحة بتحكم وأصول بتحكم المسابقة مش من حقك دافع عن حكامك كما تشاء لكن فيه قواعد اتبنت على أساسها المسابقة بتقول إنه من حق أي نادي إنه يتقدم بطلب لاستضافة أو إنه يتم تعيين حكام أجانب لمبارياته بشروط معينة منها ده سداد المقابل المالي منها تقديم الطلب قبل مش عارف 14 يوم من موعد المباراة شوية شروط كده مدام الشروط دي مستوفاه يبقى مش من حقك تقول لأ مع كامل الاحترام والتأدير ليك نهاردة وخليني أعرى لحضراتكم باني النادي الأهلي اللي يعني شمل أكتر من نقطة الحقيقة وتحت مسمى طلبات عجلة أربع طلبات عجلة للأهلي من اتحاد الكرة المصري طيب تفاصيل بام بتقول أنه النادي الأهلي أرسل خطابا ظهر اليوم الاتحاد المثلي لكرة القدم عبر فيه عن كثير الذي أصاب التوابط التي تحكم العلاقة مع الاتحاد في ظل الإصرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالأطر الإدارية الصحيحة ووجود أخطاء تحكمية تهدر العدالة بين الفرق المتنافسة وجاء فيه الخطاب أن النادي سبق وأنقام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الأندية ولكن لا تزال الأخطاء التحكمية حكام الساحة وحكام الفيديو تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات وكأن فترة السنوات الأربع الماضية لم تكن كافية لتصحيح الأوضاع وتطبيق معايير تحكمية واحدة للتصدي لمن يحاول الحديث عن تحديد اتجاه سير المسابق جاء في الخطاب أيضا أن النادي أبدى مرونة شديدة على حساب لعبيه المهراقين بدنيا ودهنيا ووافق على انضمامهم لمعسكر المنتخب الأخير بمعايد خارج الأجندة الدولية ودي هيكون لنا مع واقفة طبعا في دوق الالتزامات الفنية والبدنية نتيجة محادثات تمت بالفعل بين الجهاز الفني للأهلي وجهاز الفني المنتخب حتى لا يتعرض لعبه الأهلي للإصابة وللأسف لم يحدث أي التزام بما تم الاتفاق عليه وفقد النادي بعض لعبيه لفترات منهم للإصابة وآخرون للإرهاق بعدما تعرضوا لأحمال زائدة خاصة وأن الأهلي قاض منذ بداية الموسم 15 مباراة في بطولة الدوري فضلا عن مشاركته في 10 مباراة رسمية إضافة إضافية بذات الفترة منها 4 مباراة في الدولة الإفريقية لقرة القدم و3 مباراة في كأس العالم الأندية ومبارتان في السوبر المصري ومباراة في السوبر الإفريقي ومعظم هذه المباراة ثم عددها 8 مباراة أقيمت خارج البلد وأشار النادي إلى أنه طالب بضرورة تطبيق اللوائح بعدما تلقى خطابا من اتحاد الكرة بتاريخ 4-1-24 أكد فيه الأخير على أن اللاعب الذي لجأ للمحاكم المدنية بحق لعب الأهلي حسين الشحات قد خالف قد خالف لائحة النظام الأساسي لاتحاد المصري للكرة القدم ولائحة الفيفا تحاد دولي للكرة القدم وبدلا من قيام اتحاد الكرة بحسم الأمر وتطبيق اللوائح بحق المخطئ تفاديا للإحتقان الجماهيري وإثارة الأزمات فوجئ النادي بمسؤولي الاتحاد الذين اعترفوا بخطأ اللعب كتابة يثيرون الجدل بأحلاته للجنة الانضباط وعدم صدور أي قرار بشأنه حتى الآن رغم مرور أكثر من 6 أشهر على الوقع وتضمن خطاب الأهل أن النادي تم إبلاغه مؤخرا بعد قرعة كأس مصر بأن الدول الاتين وثلاثين سوف يقام بدون اللعبين الدوليين وأن الأهل سوف يواجه الألومونيوم يوم 29 مايو بملعب السلام في حين أن اتحاد الكرة بالأساس لم يرسل للنادي لأحة البطولة قبل بداية الموسم ولم ينشرها على موقعه الرسم وفي ذات الوقت لا يملك نصا بأي من اللوائح المنظمة المسابقات الكروية معتمدا من الفيفا يمنع أي نادي من الاستعانة بلعبية الدوليين سواء كانوا مصريين أو أجانب من المشاركة في مباراة رسمية خارج الأجندة الدولية وتطرق الخطاب أيضا إلى مرور عامين ولم يعلن اتحاد الكرة عن المسؤولة الذي أغفى خطاب الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والخاص بالصدافة التنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة موسم 21-22 وضاع حق الأهلي بالرغم من التحقيق الذي أجرته وزارة الشباب والرياضة حينذاك والذي كشف العديد من الحقائق وحدد النادي في ختام خطابه أربعة طلبات من اتحاد الكرة جاءت على النحو أتالي واحد تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقا ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في كل المباراة بما يضمن الحد الأدنى الحد الأدنى من العدالة بين الأندير اتنين الإفادة بما تم تجاه اللاعب الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الفيفا باعتراف الاتحاد المكتوب في تاريخ بتاريخ أربعة واحد أربعة وعشرين وأسباب عدم تطبيقه للائحة بشأنه حتى الآن رغم اختار الأهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ سبعة نشر تلاتة وعشرين تلاتة موفاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة وما تتضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسويقية خاصة حال إقامة أي من المباريات بطولة خارج البلاد وكذلك بالسند اللائحي الذي بمقتضاه لا يحق للعيب الأهلي الدوليين المشاركة في دول الاثنين وثلاثين لكأس مصر أربعة الإفادة بالأسباب الحقيقية وراء عدم القيام بمحاسبة المسؤول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضاع حق الأهلي وأضيف أنا ومصر الحقيقة وأخفى خطاب كاف الخاص باستضافة نهاية دولة لأبطال إفريقيا بالقاهرة 21-22 وفقا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب ورياضة حين ذاك منع الأهلي في حقه في استضافة المباراة النهائية لنسخة 21-22 المباراة التي تلعبت فيه من جولة واحدة فيه المغرب ده الحقيقة مش ضر أو أضر بحق النادي الأهلي بس أضر بحق مصر دي كانت بطولة تحسب للكرة المصرية مش بس للنادي الأهلي ولا لجماهير النادي الأهلي وبالتالي أعتقد أنه يعني مش فكرة بس إحنا معلناش حتى اللحظة مين المسؤول يعني سيبك من العقاب يعني معلناش حتى اللحظة مين المسؤول عن إخفاء الخطاب ده هنا احنا نكلم بشكل رسمي هنا ده مش خطاب أعلامي ده بيان رسمي طالع من إدارة النادي الأهلي في انتظار الإجابة عليه نقطة ومن أول السطر حلقة النهاردة الأهلي والترجي بكل تفاصيلها خلينا نروح لفاصل نرجع نتكلم الأول في الأخبار ونشوف موضوع الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر كل ده في السادسة مع حضراتكم بس بعد الفاصل أنا تعبت من الأرقام بصراحة يعني 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 إما أنك انت تمتلك دوري قوي أو تمتلك محترفين على أعلى مستوى شوف حل من الاتنين حاجة طريق من الاتنين دول هتلاقي نفسك دين يطلعها لقدام لكن هنفضل نلف وندور حواليهم بعض ما فيش حاجة بتتغير مجرد أسماء بتمشي وأسماء بتيجي وأسماء بتمشي وأسماء بتيجي والحال كما هو أعتقد أنه مش هنتحرك قطوة لقدام احنا راحين كس عالم مفترض أنه ونتمنى التوفيق لكابتن حسام طبعا مفترض أنه الوصول ليه ما بقاش معضلة يعني يعني محدش يكلمني فإحنا هنتأهل ولا مش هنتأهل لأنه السؤال ده في حد ذاته عيب يعني السؤال ده في حد ذاته تبقى اهانة للكرة المصرية والجماهير الكرة في مصر هو السؤال بقى الأهم احنا ان شاء الله بإذن الله بعد ما نتأهل راحين نعمل ايه كلام ده بنتكلم في عشرين ستة وعشرين يعني أقرب من يعني مش عارف أقول ايه بصراحة احنا النهاردة بنتكلم تصفيات مجموعة مصر متصدرة مطشين بقى بوركينا وغينيا ان شاء الله بإذن الله في المتناول محدش يقول لكم ان بوركينا منافس ومش منافس يعني الفريق اللي عايز يروح يلعب مع الكبار في كاس العالم ما اعتقدش انه يخاف من اي فريق موجود معنا في المجموعة وفي النهاية نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطن طيب الاهلي صحيح راح النهاردة لكن معنا شوية أخبار عن نادي الاهلي وعن استعداداته أو تحضيره لمباراة الترجي خلينا نشوف معنا ايه النهاردة في الاهلي نيوز روم سيناريو المباراة ده الشغل الشاغل لمارسل كولر ويمكن وخلينا اتفق وانا بقى من النهاردة زي ما وعدتكم هحاول اقرب لكم صورة الترجي النسخة الجديدة الترجي اللي هنقابله ان شاء الله بإذن الله يوم السبت اللي جاي في رادس ومن بعدها الجمعة في القاهرة غير النسخة اللي احنا قابلناها في السنوات الأخيرة أبرز وأهم تغييرين تقدر تلحظهم أو يعني تشوفهم عملوا الفارق أو صنعوا الفارق مع الترجي عاملين أساسيين أولا ميجال كاردوزو مدير الفني سي في محترم جدا مدرب مخدرم صحيح رصيدهم البطولات مش كبير أو يمكن يكون محققش بطولات لكنه درب يعني دايما لما تشوفوا السي في بتاعه وتشوفوا الاندية اللي تولى مسؤوليتها رح على لفل الوحش درب اندية كبيرة درب اندية بتنفس على بطولات درب في دوريات كبرى من دوريات الخامسة الكبرى على مستوى العاملين فعنده رصيد من الخبرة واعتقد انه صنع الفارق بمجرد ما تولى المسؤولية مع الترجي اعتقد انه قدر يحط بصمة ويصنع الفارق ويكفي طبعا انه وصل لمباراة النهائي دوري الابطال وخد بالك وصول الترجي ما كانش ضربة حظ يعني وصول الترجي لمباراة النهائية ما كانش صدفة لا الحقيقة هو مقدم عروض كياسة جدا يكفيك بس يعني انه حتتكلم على فوزه على سانداونز ذهبا وقيابا عشان تعرف انك انت معاك مدير فني ومعاك عناصر تقدر الحقيقة انها تواجه اقوى اندية افريقيا فالمواجهة مش هتكون سهل على الاطلاق وراهان كاردوزو اعتقد هيكون على التسعين ديها الاولى يعني هو مش ما عندوش المساحة ما عندوش رفاهية انه يأجل الحسب لمواجهة القاهرة لانه هيبقى عارف ان مواجهة الاهلي على ملعبه وص جمهوره هيبقى سيناريو صعب جدا 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 على اي فريق في افريقيا على اي فريق في افريقيا فبالتالي رهانه كله على شوط الاول على تسعين ديها بتوع رادس ويمكن عشان كده مارسل كولر بيفكر بشكل كبير جدا هو طبعا بدأ النهاردة راح صحيح من التدريبات لكن ابتدأ يحط البنمج الخاص بالتدريب الاهلي واستعداده لمواجهة الترجي ودرس الترجي نفسه يمكن هو مركز بشكل كبير جدا على المواجهتين الاهم اللي خدهم الترجي مؤخرا الماطشين في دولة الابطال اللي لعبهم الترجي امام فرقة سانداونز والمباراة اللي لعبها وكسبها في البطولة المحلية وفي الدولة التونسي امام النجم السحلي دول المفتاح اللي هيحاول من خلالهم مارسل كولر انه يقرأ فكر او طريقة ميجيل كاردوسو النقطة التانية غير موديل فني هو الاسكواد نتكلم على مركاته يمكن يكون الاقوى على مشوار الترجي في العشر سنين الاخير وده هنتكلم فيه النهاردة بالتفاصيل عايز اطمنكم على حاجتين فيه ناس كتير قوي فاكرة انه عبد المنعم غاب في مباراة البلدية بسبب اصابة او انه كان بيعاني من اجهاد لا ده مش حقيقي عبد المنعم وانا الحقيقة يمكن حتى من قبل المطش عبد المنعم وغيره قلت انه اتمنى انه الجهاز الفني يفكر في راحتهم لكن عبد المنعم غاب من مطش البلدية لانه كان فيه اقاف لانه كان عنده ثلاث انذارات ده بالنسبة لعبد المنعم فعبد المنعم جاهز بنسبة 100% لمطش الترجي يوم السبت اللي جاي عبد المنعم فايق الحمد لله عندنا كمان متولي مقدم مستويات رائعة اكرم في اعلى مستوياته الفترة الاخيرة فعندنا سلاسي مع وجود ياسر اللي بيتم تجهيزه وان شاء الله بإذن الله يكون قريب الرباعي ده يطمنك على خط ظهر النادي الاهلي الاهلي ان شاء الله ما عندهش مشاكل في الاسكواد مروان عطيه يمكن كان اشتكى من كدمة كده في مطش البلدية وهيقضع النهارده الكشف طبي تحدد على بس اعتقدناها بسيطة وبإذن الله ان شاء الله يعني اعتقد مروان هيكون في الحسابات في مباراة الزهاب في رودس عندنا اكرم ما شاء الله في اعلى مستوياته امام في اعلى مستوياته افشة في اعلى مستوياته برضو الحقيقة يعني احنا الحمد لله الحمد لله ربنا يعدي الاسبوع ده بس من غير اي مشاكل الحمد لله الاهلي مش بس واصل بفول سكواد لكن كمان اللعيبة كل لها الحقيقة في كل المراكز عندك اسم او اتنين تقدر تراهن عليهم بشكل كبير ودي مشكلة الحقيقة يعني انت برضو نتيجة التفوق ده نتيجة حالة الفواءان دي وكان الله في عم مستر مارسل كولر يعني هو طبعا عنده صداع دلوقتي اسمه نهاية دوري الابطال لكن ان شاء الله ان شاء الله بعد ما ربنا يعني يكرمنا ان شاء الله اذا قدر لي ان احنا نتوج بالبطولة اللي اتنشر في تاريخنا هيكون عنده صداع تاني لانه عنده توقف طويل تاني والجهاز الفني المنتقب عنده اصرار انه يضم لعيبة النادي الاهلي قبل الاجندة الدولية بفترة طويلة اللعيبة اللي ما بتلحقش التلتقط انفسها يعني اللعيبة اللي شغالة 24-7 مفيش 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 فاصلة وللأسف الشديد جدا البريك ده انا طبعا اتمنى لمنتخب التوفيق انا ما عنديش حاجة اهم من منتخب مصر يعني قولا وحيدا ده شيء مفيش نقاش لكن في نفس الوقت ما انا برضو بتكلم لمصطحة المنتخب هي اللعبة اللي المستنزافة دي اللعبة 4 مطشط في 11 يوم ودخل اتحضر لاهم واصعب مطشين في السيزن متبقيين امام الترجي في رحلة سفر لتونس وبعدها مباراة العودة هنا في القاهرة مش من حقها ترتاح قبل ما تخش مع معسكر المنتخب وتلعب مطشين في تصفيات كاس علام مطشين مهمين جدا في تصفيات كاس علام تعلم بص بقى مش بس للكيف تعلم بص للكام مين النهاردة مرشح من الاهلي انه يدخل قائمة منتخب ويلعب اساسي كمان في المطشين بتوع المنتخب بتكلم على مصطفى شوبير وبتكلم ورد على الشنوي طبعا حتى لو ما بيلعبش اه وانا عارف ان فيه تواصل بين الجهاز الفني وبين المنتخب انهم عايزين الشنوي في المنتخب فانت بتكلم على شوبير والشنوي في حراس المرمى بتكلم على منعم وملورد جدا ربيعة ومتولي محمد هاني مروان عطية اكرم توفيق حسين الشحات امام عشور افشة وكهرباء وعمر كمال انت بتكلم في فرقة كاملة بص لأي فرقة تانية في الدول لو طلعت من كل فرقة لعيب او اتنين يبقى انت عدك العيب من كل فرقة دولة لو طلعت العيب او اتنين هنضموا للمعسكر ده يبقى انت تمام جدا فحالة التربص بقى على كل المستويات اللي بيدفع ضربتها النادي الاهلي دي مش مفهومة على الاطلاق يعني مش مفهومة على الاطلاق لمصلحة مين يعني لمصلحة مين مش قادر افهم صراحة على كل احوال فالمهم يعني الاهلي ان شاء الله فول سكواد جاهز زي ما قلت لكم عبد المرعم تمام مروان فحص طبي هاختم الاخبار بمنتخبنا الاولمبي الحقيقة اللي استحق شوي ان احنا نتم بيه ونفكر فيه بعيدا عن الدوشة ولو ان الحقيقة روجيرو ميكالي ممكن يكون اكتر الناس سعادة باحساسه انه الدوء الاضواق مش مصلطة عليه ومحدش واخد باله من المنتخب الاولمبي لكن المنتخب الاولمبي هو اهم ارتباط لكورة القدم المصرية على مستوى طبعا مشاكة في اولمبياد باريس اللي كمان نكلم شهرين تقريبا وبالتالي الراجل تكلم على طبعا قيمة الاولية تكلم على اللعيبة اللي فوق السن اللي بيفكر يضمهم قال انه طبعا بعد موافقة افسي نونت الفرنسي مصطفى محمد خلاص في الاسكواد مع قيمة المنتخب فضله اتنين لعيبة تلاتة من المحترفين داخليا يعني بيفكر في امام عشور محمد عبد المنعم احمد سيد زيزو اتنين من التلاتة دول وفي حالة موافقة صلاح وليفر بول على الانضمام للمنتخب هيكون واحد بس منهم موجود مع قيمة المنتخب دي اخبارنا النهاردة في الاهلي نيوز روم تعالوا نفتح ملف الترجي ونتكلم في ارقامه واحصاياته ومشواره في دولة الابطال محترفينه او الصفقات اللي ابرمتها ادارة الترجي وتعالوا كمان نفكر شوية مين هو ميجيل كاردوز الموديل الفني الجديد وايه هي اهم سماته ونحاول نفكر ازاي ممكن يكون بيحضر لمواجهة الاهلي في رادس المواجهة الاهم بالنسبة له واللي بنسبة كبيرة جدا اذا كان يسعى الى تحقيق اللقب هيحاول ان هو يستغل الفرصة دي بافضل صورة ممكنة كل ده مع نفسها ديسة لكن بعد الفصل الارقام بقت مرهقة الحقيقة يعني الارقام لكن الحقيقة انها لها دلال كتير جدا وبتوضح الفوار انت بتتكلم بس عن عوائد البث التلفزيوني لمباريات بطولة واحدة اسمها يويفا شامبيونز ليج بتكلم على انه نادي زي ريال مدريد اللي وصل النهائي 133 مليون يورو قبل ما ياخدوا اللقب لسه نادي زي بروسيا دورتموند 120 مليون يورو بتكلمينها على جايزة دوري الابطال يعني جايزة البطولة نفسها 4 مليون دولار يعني شتان الفارق فلما نيجي نتكلم على منافسة بين نادي في افريقيا وبين نادي في اي حتة تانية حتى اسيا يعني حتى اسيا تتكلم على فوارق فلما يبقى عندك كيان قادر يقرب الفوارق دي او يدوب الفوارق دي افوض انك انت تدعمه وتكبره ومش تحبطه وتكسره وتعطله على كل الاحوال خليني اتكلم الحقيقة مع اضيفي النهاردة في السادسة محللنا الفني سعيد علي بشرفني في السادسة هفتح طبعا ملف الترجي لكن يهمني الاول اسمع تعليقه على بيان النادي الاهلي وبعد ما ارحب به طبعا مسأل خير سعيد اهلا وسهلا بك اهلا بيك بالتأكيد تابعت بيان النادي الاهلي والطلبات الاربع اللي تقدم بها دارة النادي الاهلي فيها بعض المطالب المرتبطة بالمستقبل يعني فكرة ملف التحكيم العدالة التحكمية الأسس اللي عساسها بيتم اختيار التحكيم استقدام الحكام الأجانب وعتقد ده حق أصيل مش بس الاهلي الاي نادي مصري وفيها ما هو متعلق بملفات شديدة القدر يعني ملفات بقالها سنين وسنين من وجهة نظرك ابدأ الاول بالملفات المسكوطة عنها هل فيه مبرر بالنسبة لك منطقي يستنعي انه ما يتمش الكشف عن الحقائق والملبسات المتعلقة مثلا بخطاب اتحاد الافيق اتحاد كرة القدم المصري بشأن تنظيم نهائي بطولة افريقيا خليني اقول معك الاول استاذ احمد اواخد عنوان من البيان كده ان النادي الاهلي بيقول كده بشكل واضح اجماعة احنا اتعبنا قوي وزهقنا من ترقومات كتيرة وعشوائية وارتجالية بيتقاط بيها الامور في مصر وللأسف الحقيقة النادي الاهلي دايما بيدفع ضريبة انه الكيان الوحيد في المنظومة الرياضية في مصر بيعمل وفق قواعد واسس وثوابت ومعايير واضحة في حين كل الدنيا حواليه تدار ارتجاليا ارتجاليا بمعنى الراجل اهواءه ايه اولا احنا بنتكلم عن الراجل ده المقصود بيمين الراجل اللي بيدير يعني المجموعة اللي بيدير يعني مجموعة الاشخاص ممكن يبقى حكم ممكن يبقى مسئول فتحدي الكرة ممكن يبقى عضوا مجلس ادارة ممكن يبقى رئيس لجنة مسابقات اه 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 ان كان حد في موقع مسؤولية نخ两つ من المسؤولين احنا بنتكلم عن مجموعة من البشر كلنا في مصر مجمعين ومتفقين على انهم غير مؤهلين لوضع معايير لإدارة منظومة رياضية غير مؤهلين يعني إيه يعني الناس دي غير درسة غير مؤهلة مش عارفة عن إيه بناء منظومة رياضية مش عارفة عن إيه قواعد ولواقح بتطبق بشكل تلقائي غير كده اعتدنا منهم على سلوكيات المقابرة بمعنى أن احنا النهاردة مثلا مثال بسيط جدا في قبل نهاية دورة أبطال أوروبا الحكم بيخطأ في المباراة بعد صافرة الحكم بيديئتين الحكم بيعتذر عن خطو وبيعترف به في الدولة الإنجليزية حالات كتير جدا أخطاء بيتم الاعتذار عنها بشكل مباشر وقرارات راضعة وسريعة جدا 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 ومعاقبة الحكام وحلمانهم من مباراة إحنا ليه الأمور عندنا فيها الطباطق ده ليه الأمور عندنا ماشية بالشكل ده أولا لأن مفيش قواعد واضحة زي ما قلت بتقول أن في حالة اعتدى حسين الشحات على لعب برامة زول إسماعيل أو الاتحاد تبقى العقوبة كذا بشكل واضح من غير تأويل يعني ما نعودش نسمع علمية خبير ومية محلل ومية متخصص في الشؤون القانونية واللائحية ونطبق العقوبة على طول طيب إذا أقبل أحد الأطراف على أنا أسف بس على مؤطعتك إحنا يمكن خدنا وقع من الدولة الأسباني ويمكن أحدثها ممكن تكون أشد عنفا من وقعة الشحات والشيبي وقعة فالفيردي كان ريال بلاعب فريق ريال ما دي بلاعب فيها ريال والواقعة حدثت مش بعد انتهاء المباراة ولا في ملعب المباراة دي الواقعة حصلت فيه الباركينج الخاص بالحفلات أو يعني صحيح الجراج الخاص بالأوتوبيسات اللي بتقلل العبين وبعدها فضر حكم وصدر حكم والواقعة دي ما أعتقدش أنها ممكن تتحط أساسها في مقارنة مع وقعة الشيحات والشيبي ورغم كده الأمور كانت في منطقة الوضوح والعقوبة تمت في الإطار القواعد أو اللوايحة الموصوصة عليها ليه؟ فيه وضوح فيه وضوح اللايحة بتقول واحد الطبائط الرجل الرحل للمحاكم المدنية اللايحة بتقول ايه هنا فيه على طول طبق يعني أنت اتحاد الكرة عارف كواس جدا 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 أن ما أقبل عليه لعب برامد زواء غير مشروع وعرض ناديه لعقوبة إيه اللي يخليك تروح لفيفا من تاني وفيفا يرجع يقول لك ده شأن داخلي وأنت عندك ليحتك واضحة ومعروفة وفيه خطاب واضح ومؤكد بأنك عارف أن اللي فعله برامد زواء لعب برامد زواء خطر وأنت يعني اتحاد الكرة في بداية القصة أساسا أقر بعدم مشروعية لجوء لعب للمحاكم المدنية بالضبط وأنت بتضطر النادي الأهلي أنه يطلع يقول لك النهاردة أن أنا متحمل كتير قوي أن أنا متقبل خطيات في كل التفاصيل بطولة كاسمص رايز تلعبني من غير دولين إصابات طب قبل ما تتكلمني في اللي جاي بس توقعك أو قريتك يعني تفسيرك أو تبريرك هل مثلا مثلا يعني الاتحاد عنده القرارات المتعلقة مثلا بتفاصيل أزمة خطاب نهائي دوري الأبطال أو القرار المتخص في مشكلة الشحات والشيبي محطوط في يعني في في الدرج المغلق كده ومالثاني أنه حد يجي يفتح الدرج ويطلعه ولا هو أساسا ما وصلش القرار مفيش فصل في القصة لا هو بيسيب الموضوع ولا هو مش عايز أساسا يوجع دماغي يعني هو أنا بشوف طول الوقت هو بيراهن على سياسة الصبر اللي عند نادي الأهلي يعني نادي الأهلي لا يتبع سياسات ثورية الأهلي بيتعامل دايما بشكل إصلاحي في تعامله مع الأضايا المتعلقة بي يعني مثلا أنا بشوف أن من واحدة من أهم امتيازات النادي الأهلي واللي بتخليه منظومته تنجح أنه بيتعامل مع التحاد الكرة كونه خصم خلاص يعني أنا عارف أنه غير عادل عارف أنه ما عندهش قواعد لكن لازم أتعامل معاه بعيوبه بأخطاءه بتحامله علي بكل التفاصيل اللي هيجي ضدي من خلالها وأقدر في النهاية أتغلب على كل الظروف دي وأتكيف معاه أنا متوقع أن في نهاية الأمر اتحاد الكرة هيدطر يحل الموضوع بشكل ودي أو الأمر بشكل ودي علشان يتجنب قرارات كارثية قد تضر بالنادي وكل مسلمون وهل الاتحاد كان مستني بين النادي الأهلي عشان يلجأ للقصة دي يعني هو دايما بيضطر النادي الأهلي أنه يصاعد وخد بالك من نوعات مهمة جدا لو الأهلي ككيان أو كمجل صداره اضطر في نهاية الأمر إلى تجييش جمهوره بمعنى أن بيحط الجمهور قدام الأمر الواقع ما هادش هيقدر على جمهور الأهلي في اللحظة دي لأنه على حق أولا فالنادي الأهلي دايما بيتجنب النقطة دي سياسة النادي الأهلي النادي بتجنب دي دايما في مؤسسات دايما يعني هل في دور لوزارة الرياضة في فضل الاشتباك ده ما هو أنت بتستنى لما النادي الأهلي يطلع بيانات ويشرحه واحد واثنين يعني جمهور الأهلي دايما مش تكي من إيه يقول لك بيانات كتير احنا عايزين قرار عايزين خطوة فأنت في النهاية تباطئ المسؤولين في التدخل تباطئ المسؤولين في اتخاذ قرار حاسم بشكل واضح هو اللي بيؤزم الأزمة أو بيخليها تبتسع بشكل أكبر والعجيب والمريب إنك النهاردة قدام نهاية أفريقيا يعني أنا بشوفوا في الناس في المغرب ومسؤولين المغرب إزاي طوال الوقت وفي تونس بيشتغلوا لأنديتهم إزاي بيحاولوا طول الوقت يسهلوا لهم من أمور ده في وقاع بتقول إنهم بيسهلوا لهم من أمور بشكل غير شرعي فما بالك النادي الأهلي مش هقادر ياخد حقوق الشرعية وهو على بعض خطوة من بطولة وعلى بعض خطوة من رقم قياسي وعلى بعض خطوة من إنجاز جديد حاجة يعني فعلا عجيبة جدا أتمنى يعني خلال الفترة الأيام اللي والليلة اللي جاية يكون النهاية والختام لأن كده كده الختام جاي لو أنت في موقع مسؤولية سعيد الحمد لله وجالك لا خلينا نفترض لو أنت في موقع مسؤولية واستقبلت طلب رسمي من نادي الأهلي طلب عاجل من نادي الأهلي متعلق بالأربع ملفات دول في تصورك ممكن يكون الرد في خلال قد إيه يعني لو أنت منظومة إدارية منضبطة عندها يعني عندها القواعد اللي بقول عليها طبعا عندها ما وطبيع أنا مدامة المنظومة الإدارية منضبطة يبقى أنا كل الأدوات اللي من خلالها قدر أدير المنظومة دي أنا متمكن منها بنسبة 100% الطلبات دي تستارك منك وقت دي عشان تجاوب عليها أو توضح للرأي العام فيها لو تكلمنا بشكل عملي لو تكلمنا بشكل عملي ولو إحنا قدام منظومة محترفة عندها إدارات إدارة الشؤون القانونية إدارة التسويق إدارة الإدارات المختلفة في أي منظومة رياضية عندها ناس مؤهلة وبالمناسبة في النقطة دي أستاذ أحمد أنا عايز أقول أننا عندنا كوادر مصرية بتدرس مناهج الإدارة الرياضية والقانون الرياضة في الفيفا يعني ديبلومات الفيفا في كل مكان في العالم عندنا أستاذة مصريين بيدرسوا يعني إدارة رياضية دول مش موجودين في مصر خالص يعني فبالتالي الناس اللي موجودة الموضوع اللي يحل خلال 48 ساعة أو خلال 72 ساعة ممكن ياخد سطرات طويلة ليه؟ لأنه يعني أنا آسف آسف جدا جدا هو مستني تلفونات كتير من أشخاص كتير وهنامل إيه ومش نعمل إيه الموضوع ماشي بشكل بلدي شوية لأ لمس بلدي إحنا تعدنا مرحلة البلدي أنا ما أتكلمك على الإعلان عن نتائج التحقيق في إخفاء خطاب التحاد الأفريقي في نسخة بطولة عد عليها موسمين يعني الأهلي فاز بعدها ببطولة دوري أبطال على حساب الوداد والنهاردة إحنا على بعد أيام من نلعب نهايي تالت بطولة ولغاية النهاردة لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات أو على تحديد المسؤول ولا إيه نوع العقاب يعني أقل حاجة أقل حاجة احتراما للجمهور يعني سيبك من فكرة المخاطبات الرسمية فكرة الأهلي يطلع بيان عاجل وإنه التحدي الكرة يرد على نادي هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والأكبر على مستوى أفريقيا واحد من أكبر أندية العالم من خلال مخاطبات رسمية احترم الجمهور اطلع اعلن عن موقفك ورد عن الأربع نقاط دول اللي وردت في البيان بشكل واضح وصريح وبمنتال وضوح والشفافية مع عدد ذلك أنت بت يعني أولا بتخلي الناس تسيء الظن وبتثير عدد كبير جدا من شكوك في إمكانياتك وقدرتك على قدارة الملفات في كرة في مصر صحيح هناك نقطة في البيان مهمة جدا أن الأهلي بيقول أنه مستعد لدفع تكاليف حكام أنا شايف أنه كان يعني الأمثل أو الأفضل أنه هو النادي الأهلي بشكل واضح كده في ختام هذا البيان يقول أنه احنا مستعدين نتحمل تكاليف أنه احنا نجيب لكم إدارة دير مكانكم بشكل مختصر والله احنا نجيب لكم ناس بتفهم خبراء أجانب يجوا يشتغلوا ونتفعلهم احنا والعهد على الراوي طبعا فيه تسريبات بتقول أنه بيريرا ليه تصريح بيرفض فيه مطالب النادي الأهلي باستخدام حكام أجانب مع أنه في النهاية اللي بيجمعنا أو اللي احنا متفقين عليه هي لايحة بتدار من خلالها البطولة واللايحة بتقر بحق الأندية في طلب حكام أجانب بشرطه أن يبقى بفاصل زمني معين ومع دفع كامل مستحقات أو إداع كامل مستحقات ومالكش فيه بقى الأهلي اللي عنده دولارات ولا ما عندهش دولارات يعني الأهلي مصدر داخل على فكرة العملة الصعبة في البلد دي فبالتالي يعني ملاش تاخدونا لتوافق الأمور أرجوكم يعني اتكلموا في صلب الموضوع هل من حق بيريرا أنه يعترض على استخدام الأهلي حكام أجانب أعتقد أن من حق أي نادي أنه يطلب حكام أجانب وده أمر معمول به من سنين طويلة وفي السنوات الأخيرة لكن بيريرا أنا بشوفه دايما وبالمناسبة يعني أنا بقايده فكرة أنه بيدافع عن حكامه وعن نظامته لكن هو مشواخد باله من تفاصيل تانية بتدور من خلفه يعني يعني مثلا هو ما يعرفش عضو التحاد الكورة لما بيقعد مع حكم تاني بيقوله إيه وما تعرفش إيه اللي بيدور في كواليس غرف مغلق يعني هو الناس بيقول لك وهل مثلا الحكم من فلاني بياخد تعليمات تعالى يعني كسب الأهلي أو خسر الزمالك مش تتقال بشكل واضح بس عادي اللي هو يعني إيه ما تجيش شوية على كذا بتحصل بتحصل عندنا جدا 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 في فبريرا ما بياخدش باله من الحاجة دي وبيتعامل بسلامة نية وأن الأخطاء دي أخطاء بشرية الأخطاء البشرية الجمهور يقدر يقدرها صح لكن الأخطاء أو الازدواجاة في المعايير يعني أنا شوف لعبة في مباراة معينة ولعبة في نفس وفي مباراة تانية بنفس الحكم بياخد هنا قرار وبياخد هنا عكسه دي بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا إن أنا شوف مطشط كتيرة جدا بتبقى أخطاء تحكمية واضحة في وجود حكم ساحة ووجود حكم فار تؤثر على نتاج المباريات دي أخطاء يعني إحنا بنتكلم مش عن أخطاء بسزاجة أو عن عن دون قصد إحنا بنتكلم على أخطاء فجة ومتكررة تقريبا تقريبا للأسف بقى أنا بقول كده يعني حتى الحكام اللي كنا شايفين فيهم بدرة أمل أو كانوا محل ثقة بقوا بيقعوا كمان في أخطاء الحياة معهودة يقولك هو ليه عندنا حكام في بطلات أفريقية بيبقوا أقوية جدا وبيقدموا أداء رائع وفي الدور المصري بيقدوا أداء سيئ ده يخليك تشكك في النواية مشكك واضح جدا هو أنت ليه معاييرك هنا مش نفس المعايير هنا إيه الموضوع اللي بيختلف مع أن أنت هنا في بلدك مفروض بفيه ثقة بالأساس وخد بالك أنه بعد فتح أبابي إحنا نبالي حتكلمنا عن قرار عودة الجماهير للمدرجات ساعة كاملة في كل ملاعب مصر باستثناء القاهرة وبرج العرب 30 ألف وبيترو سبورتو حرص الحدود بدون جمهور ده معناه أنه الضغط الجماهيري كمان هيزيد على الحكام صحيح تحديد وفيه خطأ بشري دائما نادي الأهلي إذا اتجه لهذا المصار وصعب بيبقى موقن تماما أن الأمر أكثر من كونه خطأ بشري بالنسبة للحكام بيبقى مؤمن بدأ قوي فبيقول للمسؤول يعني ستوب وقف عشان أنا واخد بالي هنا في بوادر سؤنية أنا واخد بالي فمن فضلك وقف لأن النادي الأهلي أكتر منظومة بتمارس الصبر والمنظومة الوحيدة اللي مش بتلجأ لنظرية التآمر والتحجج والتزرع على كل الأحوال الطلبات واضحة الناس كلها عارفاها الطلبات الشديدة المشروعية حق أصيل جدا لنادي الأهلي أنه هو يطالب بحقوقه أو يدفع عنها في انتظار رد أعتقد أنه مش محتاجي ياخد وقت طوي خلينا نروح لفاصل سريع وارجع مع سعيد نتكلم بقى على الترجي في نسخته الجديدة النسخة اللي هيقابلها الأهلي إن شاء الله اللي ما شافش من مشوار الترجي في دوري الأبطال غير معجة سانداونز قد يعتقد أو قد ينخدع بفكرة أنه الترجي فريق يعتمد على الطريقة الدفاعية أكتر منها الهجومية لكن لما تيجي تستعرض أرقام الترجي في مشواره في البطولة هتجد أنه فريق خطير جدا سواء في قدرته على أن يوصل لمناطق الخطورة أو على مستوى صناعة الفرص الخطرة أو على مستوى الفعالية الهجومية فيمكن يبان بأسلوبه وأداءه وشكله أنه فريق دفاعي لكنه الحقيقة على المستوى الهجومي فريق خطير جدا ويمكن أنا وسعيد هنستعرض مع حضراتكم أرقامه على مستوى النسخة دي في البطولة وهنتعرف أكتر على سكواد الترجي الجديد النسخة اللي هتقابلها إن شاء الله يوم السبت اللي جاي نسخة مختلفة شوية عن كل النسخ اللي أنت تعودت عليها أبل كده وخصوصا مع المركات الكبير اللي عملته دارة الترجي والأهم وده اللي هركز عليه مع سعيد ميجيل كاردوزو المدير الفني المحنك حط تحت كلمة محنك دي رصيد كبير جدا من الخبرات المتركمة في دوريات كبيرة معندها كبيرة أعتقد أنه مدير الفني لازم تحطه في الاعتبار وتعمله مئة حساب سعيد تحب نبدأ بالأرقام والإحصائيات الأول نخلصها ونلجي بعد كده نتكلم في الفني يلا إيه المؤلغات لما يجهزوننا إيه المختلف في نسخة الترجي أو الحاجة اللي لفتت نظرك في نسخة الترجي في تشامبيونزيجي السنة دي عن النسخ السابقة طبعا هو أهم تحول ما شوفه في الترجي هو قدرته على التكيف مع أنماط لعبة مختلفة أو مواجهة أنماط لعبة مختلفة بمعنى أننا قدام نموذج قادر كما شرحت أستاذ أحمد قادر يلعب كفريق عنده المبادرة والاستحواز والتحكم في الرد وقادر يواجهك كرد فعل هنا بتتحدد استراتيجيته بناء على المنافس وبناء على تأدير المدرب لهو احتياجاته إمن المباراة وقادر يخطفها إزاي شبه الأهلي مسلماني شوية شبه كولر في الأدوار الإقصائية أو في الخواتم المسابقات يعني كولر أمام الرجاء كولر أمام الوداد البيضاوي المغربي هو الراجل ده شبهه شوية عارف إزاي إمتى أتحكم وإمتى أسيب الكرة إمتى هاجم بعدد قليل وإمتى هاجم بعدد كبير يعني كولر ما كانش بيندفع قوي ما كانش بيسعى أنه ياخد 65% أو 60% استحواز كنت تتلاقي الاستحواز متقارب مع الرجاء ومع الوداد آي نروح للأرقام بما إنها جاهزت ونكمل كلامنا ونستعرض أرقام الترجي دي أرقام الترجي بس في نسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تفضل سيد الترجي لقى بعشر مباريات في النسخة دي فاز في ست مباريات ونسبة فوز محترمة جدا تعادل ثلاث مباريات وهزيمة واحدة أكيد طبعا سجل عشر أهداف واستقبل ثلاث أهداف فقط أهداف من داخل المنطقة سبع أهداف وهدف وحيد من برى المنطقة الهدفين التانيين هدف أنجول وهدف من ضربة جزاء من الأرقام المهمة عن الترجي فكرة الاستحواز أنه متوسط استحوازه 51% 51% بتحكس لك اللي احنا قلناه ده أنه هو فريق متوازن عارف إمتى يقرر يستحوز وإمتى يقرر يسيب الكورة وده أخطر فريق ممكن تواجهه أو أخطر شكل أخطر شكل ممكن تواجهه في مبارانة هائية أو قبل نهائي النموذج ده قريب من إياه أستاذ أحمد شوية قريب من ريال مدريد لما قرر قدام السيتي يسيب الكورة 120 دقيقة ولما قرر قدام بايرن يحطه في منطقته ويدغطه ويهاجم عليه يعني لما هقرر يهاجم عند القدرة أنا هاجم لما قرر يدافع عند القدرة أننا أدافع أنا عايزة أرجع الإحصائية الأخيرة دي مرة تانية لو سمحتم لأنه أكتر أكتر حاجة بتمس الخطورة في أداء الترجي يمكن تعودنا دايما فكرة شمال أفريقيا عموما من الكرات الثبت ودي واحدة من المحاول اللي بيعتمدوا عليها لكن نسخة الترجي دي كمان متميزة في حاجتين مهمين جدا وكانت مؤثرة في مشوارهم في دوري الأبطال أو نجحهم على وصول الموراة النهائية نمرأ واحد التحولات بيجيد المرتدات بشكل غير طبيعي نمرأ اتنين التزديد من الخارج عندهم لعيبة بتسدد من خارج المنطقة بتماس بالدقة والقوة وبالتالي ده نجح أو سعيدهم على أن هم ينجحوا في أن هم يتخطوا فرقة كبيرة جدا في مشوارهم في البطولة صحيح هو فريق مميز في ال 10 تصويبات في 10 أو 6 من 10 هتكلم تقيمة 11 تصويبة متوسط التزديدات في كل المباراة ده عدد مش قليل عدد كبير جدا ومتوسط الفرص المهضرة فرصة وحيرة أو 1.2 معناه أنه فعالية يعني فعاليته عالية جدا ثلاثي في التلت الأخير ثلاثي جاد جدا المهاجم البرازيلي رودريجو هو أشبه شوية بستايل وليد أزارو يعني طول وبرجة الواسعة وقدرة على الفوز بالالتحامات والثنائيات عنده ينساس وبين غشة جنين جنحين عندهم ميزة مهمة جدا أنهم قادرين يختارقوا ويبقوا موجودين في العمق وقريبين من منطقة المنافس وبالتالي أنا بشوف مهمة علي معلول بالتحديد في تحديد رقابة وتوقيد دخول ساس أن اللعب ده دايما بيجمعوا لعب في ناحية الشمال وساس يقدر يدخل ياخد في المساحة وراء رودريجو اللي أنا شبهت بأظهره ليه لأنه طول الوقت بيحاول ياخد المدافعين وينزل تحت رودريجو دراس الحرب آه آه البرازيلي بيحاول يفرغ المساحة في المنطقة اللي ساس دايما بيخترق ويدخل المنطقة من خلالها فبالتالي التغطية العكسية لعلي معلول مهم قوي يبقى يقز طوال الوقت مهم قوي للاتنين البني الدفاع في الاهلي ما يسرحوش مع رودريجو يعني ما يستعدوش في أن هو يخلق المساحة وراهم ودايما يبقى فيه حد بيعمل كافرينج ورا التاني يعني لو حد قابل ونزل يبقى فيه حد بيعمل كافرينج ما نخلقش المساحة في المنطقة عشان كده يا أستاذ أحمد هو بعدد قليل من المهاجمين بيقدر يصنع الفرصة يعني هو بالثلاسي ده بس بيكمل معهم غيلان شعلاني أو لعب آخر بتلاقيه قادر يصنع فرصة قدام كسافة عدرية لك وقادر يسجل من عند فرصة قليل طيب وفي نفس الوقت برضو احنا متكلم على قدرات الترجل هجومية خلينا نقول انه عنده صلابة دفعية احنا متكلم على فريق استقبل في البطولة ثلاث أهداف طلع بتسعة كلينشيت في البطولة الدولي الأبطال وواحد من نجومهم أمان الله مميش طبعا حارس المرمى الشاب عشرين سنة تقريبا صحيح واحد من النجوم الترجل في النسخة دي من دولي الأبطال شوف الترجل جيد جدا في الحالة الدفاعية وعنده صلابة وحالة تنظيم كويسة جدا في حالة التكتل لما بيتكتل يعني مثلا قدام سنداونز لما قرر يتكتل ولا لاعب من الفريق خارج منظومة الضغط يعني كل اللاعبين تحت الكرة فتقول كل اللاعبين تحت الكرة فرص حصولك على مساحة بيبقى الموضوع قليل قوي فبالتالي هنا بتتولت قدرته على أنه يكون دفاع قوي طيب هل ده هيحصل في المبارات الزهاب مش هيحصل في المبارات الزهاب على الأقل لو الترجل مش مسجل يعني طول ما الترجل مش مسجل مش هيلعب بالاسلوب ده مش هيبقى متكتل كده فبالتالي الصلابة الضفعية اللي احنا متعودين عليها ميجيل كردوز وبيفكر في مطش الزهاب ازاي بشكل متوازن يعني أنا عارف المتوازن بس هو الهدف اللي عايز يوصله بس طالة نزع الشك الطريقة اللي هيخد بيها اللقاء الهدف اللي عايز يوصله هو بالتأكيد يعلم وعد يكسب لازم يكسب لقاء القاهرة صعب جد مباراة عودة نهائي اهلي على ملعبه وسط جمهوره لا قصة غير فبالتالي هو فرصه كلها او رهانه كله هيرميه في التسعين ديال اولى بتاعتراض اعتقد تتوقع يفكر في الجيم ازاي اتوقع نوع بيفكر ان انا عايز اخرج من هنا باي مكسب وما يكونش محتاج لمكسب او للتسجيل قدامي الاهلي وراهن على ان الاهل اللي هو اللي هندفع في القاهرة ممكن لانت لازم تخرج مأمن نفسك باي مكسب انا اعتقد هو داخل انه بيلعب على انه يكسب هو لازم يكون داخل في تصوره ان انا جاي بافضلية في القاهرة حتى لو افضلية يلجأ لده يلجأ لده ما هو كسب سانداونز في تونس يلجأ لنفس السيناريو اللي لعب به سانداونز وفريق سانداونز فريق مرهق هجوميا لان الاهلي مش سانداونز والاهلي مش دافع زي سانداونز والاهلي لو انت تبطأت وهديت الرتم يقول لك بطأ برحتك وهدي برحتك وانا عارف اسرائك واختفك ازاي لان كولر برضو مش محتاج يصنع 20 فرصة عشان سجل جون يعني انت تكتل وتبطأ وانا عارف ان انا في لحظة من اللحظات هعمل كرة عرضية لمحمد عبدالمنعم بشكل معين وهاختف هغير عبدالمنعم المرة دي فهلعبها على القايم التاني اللي انا عندي وسام أبو علي وعندي ياسر إبراهيم وعندي ياسر إبراهيم ممكن ياسر إبراهيم مشتركش اكيد لكن عندي اطوال تانية ولاعبين تانية ربيعة بيوجيد متولد صحيح قادر قادر اخط بالك الاسنين البين دفاع البين دفاع نادي الترجم بطوء جدا جدا وبالتالي مع سراعات وسام أبو علي انت هنا من غير ما تصنع عدد فرص كبير أو تهاجم بعدد كبير قادر تعمل كرة طولية وبالمناسبة كدر بيعملها كواس جدا وبيزيدوا قوة في التوئيد ده امتلاك والإمام عشوري يعني عايز أقولك إن الإمام في لحظة واحدة نادي الأهلي عدد كبير تحت بيعمل حالة دوران أو بيخرج بالكرة بعدين يعمل لك واحدة طولية في المساحة الفاضية فرصة هدف مؤكد فبالتالي مع تباطئ قلبي من الدفاع في نادي التراجي وسرعاته السلام أبو علي أنا براهن على أننا قدري أن نخطف واحدة هناك من خلال سرعاته السلام أبو علي وقدرتنا على التحول فبالتالي أنا بشوف هنا أن التراجي إذا سعى أو لجأ إلى أسلوب أسلوبه أمام مش هيلاقي فريق مندفع مش هيلاقي فريق يأكل بالبرد كده يأكل الطعام منك أنت هتبقى هادي أنا هتبقى أهدى منك وكلر عظيم ومتمرس وطبق دي قدام تراجي إحنا إذا كسبنا الرجاء البيضاء والمغربين في قبل نهاية الموسم الماضي محمد عبد المنعم تقدم المدافع وتعملت له كورة عرضية من علي معلول ومعندناش ولا لعب في المنطقة أغير محمد عبد المنعم في اللحظة دي كان محمد عبد المنعم قرر ما يرجعش ولابت لعبت كتير ومحمد عبد المنعم خلص الموضوع طيب سجينا الهدفة إذا كيف؟ نزل حمد فاتح من علي الدكة تعملت له كورة حمد فاتح لعب الوسط تعملت له كورة وراء المدافعين خلص الموضوع ما كانش فيه فرص كتير ما كانش فيه الخطورة اللي انت متصورها فكلر رجل زاكي جدا وبارق في القدرة على ان هو يختفق ويسرقك فلو انت قررت تلعبه وجيب كبير بين كلر وكردوس هو الاتنين الاتنين شابها بعض يعني خبرات كلر في أفريقيا النهاردة تحقيقه اللقب في النسخة الأخيرة وصوله للنهاء التاني على التوالي بالنسبة للكولر كان من الخبرات المتراكمة قابل تقريبا كل الكبار القارة قدر يكسب فرق كبيرة جدا برا وجوه ويقدم عروض الحقيقة فهم افتقدانها مع الاهلي من الزمان لكن ميجيل كاردوس الحقيقة مدرب برضو لا يستهام به فالجيم اللي برا الخطوط أعتقد هيبقى جيم كبير جدا شوف كابتن في النقطة دي بالتحديد بالنسبة لي أنا كمتابع بشكل تفصيلي لولا إن العيبة الأهلي اللي راجع من الإصابة مش في أفضل حالة ممكنة مش عايزة أقول إنهم مش جهزين لا أهم جهزين لكن مش في أعلى حالة فنية ممكنة كنت أقولك الأهلي هروح يكسب في تونس ويرجع أكسب في مصر زهاد إياد مرتاح جدا بكل ثقة يعني مع كامل احترام للترجي وتدعمات واللعبين خد بالك برضو من النقطة مهم يعني هنا في الأرقام الخاصة بالقدرات الهجومية الترجي ضيف دائم في أنا بكلم على بس مسابقة دوري الأبطال الترجي ضيف دائم في الفرق اللي أرقامها على مستوى الخطورة الهجومية حضرة يعني المراكز الثلاثة الأولى هتلاقي دايما الأهلي سانداونز الترجي الأهلي سانداونز ترجي سانداونز الأهلي الترجي الترجي الأهلي سانداونز بيتبادلوا سواء كنا بنتكلم على مثلا القدرة على صناعة الفرص المؤكدة أهلي مركز أول 25 فرصة مؤكدة في البطولة سينبا مركز ثاني 19 الترجي مركز ثاني مكرر بت 19 فرصة مؤكدة حتى سانداونز نفسه اللي معروف عنه أنه يمكن حضرة الفريق بيلعب كرة هجومية في القرى مع الأهلي مش موجود في القائمة دي أما تتكلم على اللمسات اللي موجودة في مناطق الخطورة وداخل الصندوق سانداونز نمرة واحد 234 تمريرة في منطقة جزاء الخص الأهلي 223 تمريرة الترجي 170 طيب طيب أنا عايزة أقول تعليق على رقم هنا مهمة كابتن أحمد وهو يعني بيأكد أنه أنا قلته من شوية يعني لما تجي تبص على عد الفرص الأكثر صناعة الفرص خطيرة نادر أهلي بـ 25 بفرق 6 فرص عن الترجي خلينا أقول أن نادر أهلي عمل ده وعمل الفرق ده في ظل غيابات كتيرة جدا طوال الموسم في ظل إصابات متكذرة في ظل افتقاره في بعض الأوقات افتقاده في بعض الأوقات لأكثر من عشر لعبين عشان كده أنا قلت من ديئتين بس أني لو المصابين في أفضل حالة في النية كنت تكسب بأريحية جدا اللي هيخلي فيه تكافؤ في تونس شوية أن اللعب الأهلي مش في أعلى فرما يعني بعض لعب نحب أتشوف أن الرابع مطشوط الأبناء في الدوري جاهزوا شوية لعبة كتير جابت يعني كمان الجماعي أكتر من الفردي أول نحن كان منظومة قواجي جدا وقدرين نكسب لكن مثلا لو قلت لي إمام عشور اللي راح يلعب دلوقتي زهاب رودس هو أفضل نسخة من إمام عشور لا أقول لك إمام عشور كان قبل الإصابة أعلى من كده بشوية فلكن إمام انت حس بقوته ليه لأنه في لحظة قدري يسمع لك فرق قدري إمام عشور خد بالك برضو حسابات دوري أبطال ونهائي غير حسابات دوري الدوافع والروح طيب عشان وقتنا خلينا نروح لميجيل كاردوزو تعالوا نشوف بقى مع سعيد كده مشوار ميجيل كاردوزو التدريبي تولى مسؤولية تدريب فرق إيه لعب في الدوريات عاملة إزاي تعالوا نقود وده يمكن يديكم فكرة عن خبرات ميجيل كاردوزو اللي أنا أكلمتكم عنها في البداية فضل سعيد يمكن إحنا وحليا طبعا مديل فني للترجي تولى المسؤولية في شهر يناير اللي فات يعني ما بقلوش كتير لكن خلينا نقول برضو أنه من بداية تولي المسؤولية في يناير حصل نقلة نوعية في مستوى الترجي صحيح ينر يزبط ويعالج مشاكل من مشاكل الترجي في بداية الموصل شوف احنا قدام مدرب خبير قدام مدرب عنده سيرة ذاتية قوية جدا درب أندية في مدارس مختلفة في أوروبا هتلاقي مدارس مختلفة هتلاقي أن الراجل هو الجديد على أفريقيا لكنه من خلال رحلته وإنه راح أكتر من دوري ولعب في الأرجنتين ولعب مع سلتافيجو في إسبانيا وكان مدير سلتافيجو في إسبانيا نونت في فرنسا ريو آفي شاختار في أوكرانيا وشاختار دائما ضيف دائم في دورة أبطال أوروبا وندل ريال مدريد وندل الأزداء كبيرة وآيك أكسنا طبعا برضو من الفراء الكبيرة في اليوناني بالضبط فهذا التنوع أكسبه خبرة طويلة جدا تخليه يقدر يلعب بأنماط خططية كتير وده اللي خليني قلت في أول الحلقة وبقرارها كتير أن أهم ميزة عند الفريق وعند الراجل ده مرنته مرنته بمعنى أنه قادر ينتهج فلسفة لعب مختلفة في أي وقت فده بيصعب ده اللي أنا كنت بقول عليه بقى أنه من ساعة ما تولى المسئولية في الترجي لا قصة اختلفت تماما يعني هو تولى في يناير كان مشوار الترجي في البداية مش أحسن حاج وكانت ناس كتيرة جدا مستبعدة أن الترجي حتى يوصل للأدوار الإقصائية أو للدور النهائي لكن من بعد ما تولى مسئولية تتكلم على المطشاط اللعبة في لعب ست مطشاط كسب خمسة واتعاد المباراة وحيدة ولم يخسر أي لقاء في دوري أبطال أفريقيا منذ تولى ميجيل كاردوزو صحيح ويكفيه أنه تفوق على واحد من الفرق المرعبة في أفريقيا سون داونز هاب إياب فبالتالي عمل تحول كبير جدا وقعاد شخصية الترجي اللي احنا متعودين عليها يعني احنا احنا دايما في أفريقيا يقول لي أن والده والده حد كبير جدا كان دايما يقول العرب يعني أهلي وترجي وهلال يغيبوا مهما يغيبوا هيرجعوا في وقت من الأوقات شخصية الأندية التلاتة دي مختلفة جدا جدا وشخصية بطولة فبالتالي الترجي فعلا عنده النقومات دي طول الوقت عشان كده قدر في فترة هو أجهزة يعمل نقلة يعني هو هو ما احتاجش يعني أنت بترسي دراك دلوقتي عسل زحمت بتقول إن كان باد والميركاتو برضو والميركاتو اللي عمله يعني بش بس ميجيل كاردوزو تعالوا نسوف الميركاتو اللي عمله الترجي ونتعرف على بروفايل اللعيبة الانضامة للترجي في الموسم ده واللي قدر مع قيادة ميجيل كاردوزو يظهر الترجي بشكل ده ويصل يصل المباراة نهاية طيب واضحة من عندك أه شوية أبرز اللعبين يمكن اتكلمت عنه رودريجو اللعب البرازيلي وساس وحسان بن غش حسان بن غش ده الجناح الأيصر ده لعب مراوغ لعب جاد جدا جدا في الاختراق ده جزائري لعب جزائري محترف لعب جاد جدا في التمرير وصناعة لفاك ان فيه لعب عندهم كمان جاية من نابلي مش عارف موجود معنا في القايمة فيه لعب من نابلي حسام مش متذكر اسمه مجيدا حسام بس لعب 19 سنة لا يجب كتير يعني مخادش مبرار كتير تتكلم على كواليتي نابلي برضو ويمكن اهم لعب كابتن اهم لعب في من لعب كتير من اوروبا سعيد ومن الاندياق قوية يعني من ويلنغتن من نابلي من اروكا البرتغالي يعني فيه لعب سايبة اوروبا وجاية تلعب في افريقيا مع الترجي اخد بالك الترجي شخصية وجماهيرية وفريق بعدين عدد لعب مختلفة كتير جد برازيلي نيجيري اللجوء التوانسة أو الترجي للمدارسة البرازيلية كمان يعني شيء مش معتدين عليه وشيء جديد واختياراتهم حقيقة يعني تدريجه في البداية كان عليها على ما تتفهم لانه كورته مش عالي قوي يعني مش برازيلي اصلي اه لكن خططيا تقدر توظفه كويس جدا جدا وينساس برضو الجناح الايمن البرازيلي انضم هذا الموسم يمكن مشكلة الترجي كابتان احمد وانا والله بستقبل كتير من تعليقات جمهور الترجي عندي على الصفحات الشخصية ان بيقول ان احنا ما عندناش ميزة الاهل وهي احتفاظكم بلعبتكم يعني انا كنت كاتب في تعليم للتعليقات ان دايما بقول ان اهم صفقة احتفاظ بعلي معلول مثلا يعني 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 لازم لعب دور فرنسي دوري ألماني مبدري بس مين الادارة القدرة على اقناع اللعب ازي ده بمشروعه ولتخليها استمر لاخر لحظة قاله دياني الفكرة علي معلول تلقى عروض كتير جدا واغراءات وممكن تلقى تتعاف ردبك اين الادارة اللي عندها فن مش فقط ادارة بس بتهايق حسبات اللعيبة كمان بتختلف يعني في لعيبة عندها من الرغبة بص خلية اتفق ان المادة بيتعامل مهم جدا بعد اعتزال كرة القدم معها تاريخ ومجد مش هتحققوا في اندية كتير جدا على مستوى العالم لأ الحزب هنا مختلف فلاللعيبة اللي بتفكر بالمنثاليتي دي وبالعقبية دي بصد كابتن كل العوامل دي بتتوفر لنماذج مختلفة من الادارات والنتاج بتختلف عشان كده انا بقعيد اي نجاح واي فشل دايما للادارة بشوف ان العامل الاهم في الموضوع هنا طبع ادارة التراجي عندها جمهرية وعندها شعبية وعندها قدرة على جزب صفقات لكن سياسات الادارة بعد ما فوز بدورة ابطال افريقيا هنا الراجل فكر ان انا هبيئ انيس البدري وا 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 هبيئ الناس كتير جدا ثم تحصل هزة تغيبك فترة طويلة جدا جدا انا معاك ومطفق جدا ان الجمهور اللي مش هيسيبك والجمهور اللي هيحزبك لحظة بلحظة مفيش جمهور زي جمهور النادي الاهلي اللي هو لو خدت دور ابطال افريقيا النهاردة وطاني يوم هزيمة يعني هتلاقي الفكرة انت في اوقات تانية ممكن لسكواد ما تيجي تسأل الناس العادية سكواد الاهلي كان ممكن يبقى اقوى وممكن نجم يفوز بدور الابطال يعني في لعيبة لو بسيت مثلا على الخمس ست مواسم وعدية الاسماء اللي مشت من نادي الاهلي تقلها وتأثيرها وجمهارياتها كتعاملة ازاي وتشوفهم برا الاهلي عملوا ايه والاهلي من غيرهم عمل ايه تجد ان القصة مش قصة اسماء ومش قصة التعابين بس صحيح هو يعجبنا كابتن هنا انك توقيت خروج اللاعب بيبقى عمل ازاي وتعويضه يعني مثلا النهاردة احنا في الصيف الاخير خرج حمدي فاتحي انت عملت ايه لما لما حرجت حمدي فاتحي كنت ضميت امام عشور كنت سويت احمد نبيل كوك فبالتالي انت كان عندك البلان بي والتصور لخروج حمدي فاتحي اللي هو اديك كتير يعني حمدي فاتحي كل صيف بيستقبل عرض استنى حمدي عشان عندنا احتياجات استنى حمدي عشان عندنا احتياجات وتمارس قدرتك على انه يقعد في لعب اخر ما ينفع يخرج مين مثلا يعني علي معلول علي معلول لما تجي تبص حواليك في اخر 5-7 سنين جوه القرى وبرى لمصر وفي اي حتة مستحيل فده امسك فيه بايده ورجلي مش عارف مش ينفع صحيح خلينا نروح اللي هدفين قايمة هدفين اللاعبين بقى اللي ايه حط اينك عليهم اللي مارس الكولر اكيد هيعمل لهم 100 حساب دول دي قايمة هدفين فريق ياسين مرياح ياسين مرياح خد بالك ياسين مرياح ده عبد المنعم بتاحه ده مدافع مش مهاجم ولا جناح ده بيقولك انه قرات السابت عندهم وده اغلى لعب في قايمة الترجي ده مليون والعب خبرة خبرة عالية جدا بس انا عين ازا اقولك ان ياسين مرياح هتكسب من خلاله في تونس يعني ياسين مرياح بطيء جدا ياسين مرياح اذا الترجي تقدم وموجود في التلت الاخير من الملعب وفي اي تحول عملت الكرة طولية شكرا يعني انا براهن اوي اوي على ان وسام أبو علي ياخذ واحدة من امام عشور ورا وسام مرياح ورا البناء الدفاع نقدر نسرق بيها المباراة لما تيجي تبص على بقى الاسماء مفيش هداف مميز يعني كل اللي عيبة مسجلة يانساس ومجره كلهم نص ملعب او يعني او حتى ورودريجو المهاجم مسجل هدفين فقط فبالتالي يعني مفيش هداف مميز بس دي مشكلة برضو يعني مشكلة بخدر ما هي بتقولك يا كابتن انك قدام مجموعة مجموعة منظومة وهو هي قوتهم وبالمناسبة ده ينطبق عناد الاهلي قوته في السنوات الاخيرة سهل تعويضه لان البطل الفكرة مش اللاعب يعني احنا كنا الموسم قبل ومحمد معلم يوصل قبل شهرين بالزبط كان هداف الفريق كهرباء كهرباء خرج هل شعرت الآن بفوضان شئ كبير لا صحيح ومحمد معلم عوضو طب من هداف الاهلي الموسم اللي قبله محمد شريف لما خرج محمد شريف هل شعرت البطل في الاهلي هو التاكتك والمنظومة والجامعية وده يحسب لكله صحيح كل التوفيق للاهلي ان شاء الله بإذن الله بكرة هنتكلم أكتر على طريقة لعبه هنحاول نوصل لملامح التراجي في نقاط قوته ونقاط ضعفه نحاول نحلل كده المباراة الأخيرة سواء مع النجم السحالي اللي كسبها في تونس 3-2 قمة الدولة التونسي أو سانداونز المواجدين اللي أقصى فيهم عاملاء جنوب أفريقيا بالفوز ذهابا وقيابا 1-0 حاول نقرأ ميجيل كاردوز وهيفكر إزاي في مواجهة الأهلي بشكر سعيد طبعا على وجود معنا نهاردة شرفتنا ونورتنا سعيد نسعد بيك دايما في السادس بشكر الجزينة ونصد أحمد شكرا حضرت نهاردة يمكن كلمت في بداية الحلقة وكلمت في بداية لقائب سعيد بأربع مطالب أعتقد أنه أنا لو في مواقع مسئولية سهل جدا أن أنا في خلال 24 ساعة أحدد موقفي وأرد بكل وضوح هل ده ممكن يحصل ولا أتمنى أن أنا أبدأ حلقة بكرة إن شاء الله من السادسة برد واضح من المسؤولين عن الكرة المصرية على الأربع طلبات اللي وصفها الأهلي بالعجلة في بيانه لصدر إمبارح بشكركم على المتابعة وتحياتي لكم